شليك كلمة دروز إذا بدي حكي بين وي أموهاب طلال إرسان وواليد جنبلات مين انت مثلا هيك بتحب تتابعه أو بتحب شو اللي بيحكيه شو اللي بيقوله للعالم بصم ما أنا عم بل لك بين بتحب برنامجه ما حدا ما عنده برنامج ما عنده انت الأحزاب اليوم لثلاثين سنة كانت تخوض اليوم على أساس البرنامج مش شو عساس الولاء الطائفي اليوم لهيك عم قل لك اليوم وقعت الكرسي حيث أنا عم تحكي عنه فأنه اليوم بتقلي انت كصحفي اليوم بتشوف انت بتسألني كصحفي مثلا إذا بكاركترات مثلا كاركتر وليد جنبلات أو غيره بس أنا اليوم ما بحكم بالسياسي على الكاركتر يعني إذا رالف حبوب لا 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 مش مش أنت قالتلي على الكاركتر مين بيعش بقى شو بيعش بقى أنا كنت إذا سياسيا ما عم بلك أنا شباب هاضي يعني من المسؤولين الزعمة الستة لي وصلونا لهون أنو كيف ديكون عجبني أداء يعني اليوم مساء كمال جنبلات كمال جنبلات غير شي في وراسة سياسية وصلت لواليد جنبلات اليوم لتايمور جنبلات عادة ضد التوريس السياسي بس أنت عم تقل لي ما أنت السؤال عم تقل لي مين معجب إذا معجب يعني معجب بالشباب بهوض الأحزاب السياسية اللي موجودة ببعض أنا عم أحملهم مسؤولية الفشل اللي وصلنا له شو سلبيتهم؟ شو سلبيت كل حدا منهم؟ ما زال أنت عم بتعتبرهم؟ أنا مبفوق أنا أقول لك أنا هاي المشكلة أنا مبفوق يعني أنت اليوم عم تجي تقل لي يعني أنت اليوم عم بتعتبرهم كلهم ما أنهم مناح الخي ما هي رالف مش قصة مناحهم مش مناح أنا اليوم عم تجي قلك اليوم حزب اشتراكي أنا موجود مفروض اليوم بالانهيار يكون الحزب الاشتراكي هو رأس الحرب بالدفاع عن العمال مثلا يكون اللي عم بمثله بالحكومة ما بعرف يعني بمثل العمال بيدافع أنا اليوم بحكم عليه عم مين بيدافع هذا اللي عم قلك سياسية مش قصة مناح ومش مناح الأحزاب موجودة أنا بحكم على الأحزاب بالعنوان اليافطة لي مسكتها إذا أنا اليوم ماسك يافطة أنا حزب اشتراكي أوكي فيك تكون أنت رالف مش اشتراكي معجب بالفكرة اليمينة خي حر بس أنا بحاسبك متل بقية الأحزاب أنت على هيدا الطاولة على الحكومة بهيدا السيستم لما نفتل أنت استفدت ووظفت وشاركت بحكومات فأنت بس أعلانيار تحمل مسؤولية فأنا منشان هيك عم بفوت بتصنيفات مش عم ردة عليك بس أنه تصنيفات إذا منيح ومش منيح ومش منيح أنا بقول لك خي لو منيح ومش منيح كنتم بشفني بواحد من الأحزاب تمام أو بقول لك ما أجب فيها فأنا ما بحب هاي التصنيفات ماذا ضد النظام المصرفي وضد مش ضد النظام ما هي كمان تعميم اليوم لأنه ما عندنا نظام مصرفي نحن عم بفوت عشرة مليار عم بحطهم تحت المخدي بالبيت انت عندك عشرة مليار حطهم تحت المخدي وشو ما عم بفوت من برة ما عم بفوت على هيدا على النظام الاقتصادي تبعك لأنه الشباب ما بدون يععملوا إعادة هيكلة المصاري مش ضد النظام المصرفي بالعام أو كل اللي بنوكي ما بتسوى ومش مناح في اللي عمل هيدا اللي استفادهم بس أنت مثلا صديق مع مروان خير الدين ما يمشو ما خاصة شو ما فهمه أنت مثلا صديق معه بس بنفس الوقت أنت ضد كمان هي قصة صديق يعني كأنه أنا وياك مثلا كل يوم أنا بعرف ما بعرف كل مروان خير الدين بس أنه صديق صديق يعني تصنيفك للصديق أنه أنا بيبكون أي مشاري بأكل نايم مش هيك بس أنه بتتعشى أنت بيساق مثلا ولا مرة متعشى أنت معا؟ أنا متعشى مع السياسيين متعشى أو مشايف سياسيين أو ملتقي أو طيب ليس صحافة مثلا متتعشى مع السياسي أو حرتها أنا ما عامل لك قصة أنا مروان خير الدين لا ما عامل لك أنه أنا اليوم بعرف مثلا أنا شايف طالع على معراب رايح انت الوطن الحرب شايف كلهم فأنه أو أنه بيحكم شغلي أنا هلا اليوم جمعية تأخذ مؤتمر أنا اليوم مخص يعني فأنا هايدا القصاص نحن بـ 30 سنة صحفيا بناعرف كل الناس أنا بتحيسي برامز القاضي ما في يكون إذا أنا صديق مع مروان خير الدين لازم يكون خطابي عن المصارف غير ما إلي علاقة تحكم عليّ بموقف ما أنا هايدا اللي عم بسألك لا أنا خطابك عن المصارف ضده ما أنت عبتلي صديقيه مش صديقي يعني إذا أنا اليوم بصديقي يعني عرفت شو قصدي ما خصم ما بسنف الناس يعني أنا فيكن وليد جنبلات عرفت انه انا بعرفه وانزل اللي عنده احكي انا ويا سياسي وفيه انا كمه مش مع وليد جنبلات يعني هالقدو تسألني عنه وقلك وليد جنبلات من ضمن الزعمة الستة لاب شو اللي بيجمعك فيه لاماروان خير الدين ماشي شو اللي بجمعني فيه يعني صدقتك عشو مبنية ما فيش صدقة ما انت عبداللي فيش صدقة قعداتك ما قعداتي انا اخي ما انت اليوم عبتش تفترض انت اللي حدا قيلك يا الخبرية انه قعداتي مع انا شايفه مارتان فانه اذا انت اذا انت شايف مارتان بتكون صديق مع شو يعني هاي دي الاخبار فانا هاي اللي عم بيجي يقولك يا هاي الاخبار انه اليوم بقعد سياسي اللبناني انه بدي ردك لحدا بدي يعمل لك لينك لحدا هيدا الشي مش مظبوط عرفت شو قصدي هيدا الشي ما بيعني انه انا لازم اليوم متما بلاش نالك بالقومية لازم سب مروان خير الدين لأنا كون ضد المصارف مخاص انا وقت مروان خير الدين اذا انا صديق بصير انا بدي لطيف وراعي اخواطر مسلا رالف مش صحيح فانا هاي دي الخبرية بدك تميز بين شغلتين مش جبران باسيل خير انا مسافرين معه نحنا اليوم كوزير خارجي انا اليوم كعمل شغل شغل فانا اليوم حكما او حتى طالع على بيته يعني انا اليوم لازم سب جبران باسيل انه اذا الترند ماشي خير طول بلا طول بلاك علي فانه انت اليوم عم دير بتقولي انه لازم تعمل هيك لتكون انت في اجي قللك انه انا بيتحملوا المسئولية فيكم بعرفوا انا بحكم شغلي صحفية فيكم بعرفوا تتعرف عنه بس صديق هاي حرطة طيب بس بصفتك شو اه مسلا بدهارت معه او تعشيت معه او صار في رقاءات يعني عم تقلي عم تقلي جبران باسيل عم تقليك عبر بتقليك من الاخر مسلا هاي دي اللي حرطة انه انا بعرفه عبر اصدقاء مشتركين شفنا مرة يعني عبر اصدقاء مشتركين وين مش تهم انتبه يعني انا هيدا اللي عم جرب بقلك هي عبر نانسي وفي راسي يعني مش تهمي يعني اندو اليوم ما عبر تهمك لا لا بسألك اندو اليوم انت بتحجي ميدا نزاهم بريكن اصدقاء لكن هيدا الساعة مش اصدقاء انت اليوم عم تيجي تقلي هي كلمة اصدقاء يعني انا مين اصدقاء انا بصنف مسلا في راسه ونانسي اصدقائي بس انا وراشد اي وراشد بس انه انا اليوم هاي عالطريقة اللبنانية من اقلك يا من الاخر رالف يعني بيطلع الاعلامة او المراسي بيصير صديقي ما انه صديقي سياسي او اللي مصطديق لا 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 لحظة لا 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 فانه صديقي انا هاي صديقي كلمة فطفادة شو صديقي بدك تسألو هو اذا انا صديقي يعني ما انا ماش صديقي عرفت شو اصدق ومش تهمي اذا صدقت ومعرفته ما أو معرفت اي شخص اليوم انت اليوم بحكم على رالف بموقفه بيعجبوا لرالف انه انا موقفي هيك تمام بيتقبل عظيم في اشغال كتير بيتقبلوا بتناقش للصبح انه انتو المصارف اليوم حطيتوا كل اموال الناس ده ينتون للدولة تحملوا وما بتتحملوا لا ريزك ما عجبوا بيستفل فانه هاي دي شي لا تكون واضحة راميز اليوم كل العالم تعرف انه بمطرح معين انت مميز بالجديد يعني بيرمسوا انه شخص مميز بزيعنشرة مراسل اوقات مراسل مش اوقات اكتر الوقات كانت وبعدين صرته لي اي انا عزة عندي حاليا اي حاليا صح يعني اليوم بطلت مراسل متل قبل بكمية الشجر يلي كنت عملها قبل صح؟ انه بس يكون في شي بيستدعم منزل اي اي وبنفس الوقت اكيد في عندك برنامج الحدث شو الاقرب لقلك انت يعني اليوم وين بتقي حالك اكتر شي كاري بورتر يعني اليوم اذا خياروك في يوم ثلاثتهم مع انه ديك يعتبروا انه تقدم مهنة ما كمان مش شرط ما الناس بتعتبر فيه انه اليوم لازم شرط انه اذا كنت مراسل تصيرت زيعنشرة هو مش شرط او موزيع النشرة هو افضل من المراسل اده شي مش صحيح بس انه انت بمطرح معينة اي لا لا ما مش عامل لك كمان انه ما هي من الاخطاء الشائعة انه اليوم انه المزيع النشرة هو اهم من المراسل وده شي مش صحيح يمكن يكون العكس هلأ زلت الابن المدلل لمريم البسام انا بعتزكن ابنه لمريم البسام المدلل وغير مدلل انا ما بعرض انا المدلل بتسأله مريم يعني ينحك انه انت ابن المدلل لمريم ولكن يعني بفترة معينة ما بعرف هلأ اذا بعض بنفس العلاقة شو انت بخبره نا مديرتي وانه المدلل انه انا علاقتي فيهم اكتر من منيحة مع مريم وكرمة ودليفزيون هلأ المدلل هون بدك تفوت عد صنيف ليش المدلل لما في يكون شو مدلل عشبوبيتي مدلل عشبوبيتي اذا انا على شغلي فرضت نفسي بهول عشر سنين اللي كنت معهم انه اكيد لازم تكون يعني انت اليوم بالشغل كمان ما بحب أقصد انا هاي التواضن انا الحمد لله بالشغل بعشر سنين يعني بس انا هيدا الشي عملته او هيدا تقييمه هو بناء على شغلي مش بناء على شبوبيتي عشبوبيتي كنت لتلك اللي كنا عم نحكي المتل اول شي قبل انه في واحدة على شبوبيتك انه باول خمس دقايه بعدين والسنة خي بعدين بس انه وبعدين اذا انت ما عندك شي تقدمه اليوم غير شكلك على التليفزيون هيدا قديش بيخدمك فيش فترة عطعت فيها هيك بفورة يعني متل ما كل حدا تحت الضو بيقطع فيها شوفت حال او كبريت الخساء بين هلالين ولا لا ولا ما قطع فيها رامز من شان ما كنا عم بارغ كلنا يعني بمرحلة معينة بعد الجامعة عبطا مبسط بالأضواء بالكاميرا من شان كيف ترعب تأس هيدا قديش انت من جو يعني عندك هيدا اذا بدك مش قصة قصة كيف تنظر للاشياء بالحياة لانه انا مثلا لقلك كيف انه قصة التواضع وكأنه انت بمحل وليس التواضع للناس انا لا بشوفها مثلي مثل كل الناس يعني فيه يكون بوقت مسلا مش ريقتلي حدا يكون هلأ مسلا بيسمعنا شايفني ما كانت ريقتلي خي ممكن ما بعرف ما سلمت عليه بطريقة منيحة يعزرنا كمان بس انه بكون انا مش ريقتلي فانا قصة هاي الضحكة انه كل الوقت انت مثلي انه كل الوقت تتصرف نفس الشي تسمع انه بيقولوا عنك شايف حالك يعني اي اي انه انه اي لانه انا بطبعي مثلا ما بفوت منك فرندلي مش فرندلي بس انه بدغري بياخد وجه على العالم او بس فوت على محل انه بيكون هيدا الضحكة اللي عرفته فممكن يكون عنده هيدا الحكم المسبع بس انه انا بالنسبة ايلي واحد يعني الصحافة اليوم مثله مثل كل الناس لا في داعي لا يتواضع ولا في داعي لانه هو مثل الناس انه هو اعلى يعني لا يتواضع على العالم ولا في داعي تكبر الخاصة لانه عاشوه يعني اي ما توصلت له هيدا لاني عقلتلي اعتعد دي فترة انه يمكن تنبصت بطبيعة انه عمره بعمره الواحد بالجامعة وصليت على الكاميرا بيونبصت فيها بس انه انا يعني كبرت هلا في ناس مشان ما نكون انه فينا بيقولوا هيدا 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 بيقولوها للكل بس انه انا عم بيجي اقولك انا الناس اللي بتعرفني مزبوط بتعرف انه هيدا شي وهيدا لك بيبين بتشوفهم للناس يعني يعني شوف بي 17-20 بالناس بالعالم العالم عالم مالنغبية يعني حتى من تلمس مين طيب كله هيدا الناس بيصلى يعني اذا خدعتهم لبعض الوقت ما فيك تخدعهم كل الوقت يعني عرفت فانه كل الناس بتعرف هيدا الشي فكل من هيك بتاعك بتلمسوا معا عند الناس وبس يبلشوا يحتكوا فيك ويحكوك انت بس تنظر على الطريق وتروح وتشوف العالم يمكن فرست إبراشون بيخدوها انه يمكن شخص بمطرح معين انه مش دهري ولانه مش هيك لانه كمان انه انا من كتير ممكن بلشت بشي مشاغب انه انا بالشغل انا من كتير مسالم بمعنى انه انه بقول رأي فانه عجبوا حدا رأيي عجبوا ما عجبوا ما يزعل مني يعني بس انا ما بكون عم قول شي بالشخص بس العالم كمان قوات تزعج يعني اليوم وقت اتعممت قرقم تليفوناتكن صار فيه مصدر ازعاج من الناس كيف تعطيت معو جبنا رأم تاني بس كنت ترادرد على كل ناس عم بتسبك وفي ناس لانه اليوم كانت منظمة منهجي لقصص لانه وفي ناس تقول لك انه نحنا ما رح نزمل كنحبك بس انت وعملته يعني هذا الخبار بس انه صارت منشان هيك الناس انا نريد انك برجع قل لك ما بتاخد كل شقفة وحدة يعني كل الناس ما بتاخد كل العالم كل هيدا الحزب ما بيسو اخي مافاش هياك لأصص انا ما بياخد ولا شي شقفة وحدة يعني بشوف يعني ما بياخد برجع انا عطول بردك عالسياسيا. ما بياخد كل العقل هما بيسوق. ما فيك تتعاطى مع الناس بهالشكل. انه كل الناس هبق. ماش كلنا. فيه جزء خي.